أثنى جلالة الملك عبد الله الثاني على الجهود التي بذلتها اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بهدف ترسيخ عنصر النزاهة كأحد أهم ركائز العملية الإصلاحية وترجمة منظومته إلى واقع مؤسسي وعرب جلالته خلال استقباله اليوم رئيس وعضاء اللجنة في قصر الحسينية بعمان أعرب عن تقديره لما حققته اللجنة خلال العامين الماضيين بغية تعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالتنسيق وتشاور وتشارك مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية وأشار جلالته إلى أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد وما نتج عنه من تشكيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يشكلان منتجا إصلاحيا مهما أسهمت اللجنة في تحقيقه ضمن توصياتها التي تقدمت بها بعد عمل دؤوب وحوارات معمقة مع مختلف الفعاليات والشرائح في المجتمع الأردني اشتركوا في القناة